صمد هناك نقطة أخرى مهمة الحقيقة لأن هذا يعني ربما أثار بعض التخوفات رحيل ميركل أثار بعض التخوفات لدى بعض المهاجرين أو لدى المهاجرين من ترحيلهم بعدها هل ذلك وارد يمكن أن يستأثر بي حزب أم أنه الطريقة الحزبية لإتلافية يمكن أن تمنع ذلك؟ ألمانيا تولت المؤسسات وليست تولت الأشخاص فمقوث بيركل أو مغادرتها السياسية ليس هذا هو المحور الذي قد يؤثر سلبا أو إيجابا في مقوث اللاجئين إنما التحالفات السياسية والأجواء التي ستسير فيها ألمانيا في هذه السنوات المقبلة هل سوف تسقط في أفخاخ اليمين المتطرف الذي يحاول أن يجعله لك فضروات بين مكونات المجتمع المختلفة؟ أما أنها سوف ترجع إلى أصلها كونها أنها دولة لبرارية دولة ديمقراطية وتعتي لكل ذي حق الحقه أنا أستبعد في الحقيقة أن يكون هناك ترحيل مباشر للاجئين ولكن أدعو جميع اللاجئين وغير اللاجئين بأن يقوموا بواجبهم الوطني بإحساسهم بالانتماء إلى هذا الوطن وبمشاركتهم في الاستحقاقات المقبلة هنا من الأجيال الألمانية دولة الأصول المختلفة ومن المسلمين الكثير من يتقاعس على المشاركة السياسية وهذا هو صلب المشكل الذي يجب أن نفكس عليه في كل توجيهاتنا وفي تحليلاتنا اشتركوا في القناة